اهلا بكم الى موجز لاخر الانباء توصل قوات امن الاحتلال الاسرائيلي حملة البحث عن منفذي عملية العاد التي خلفت ثلاثة قتلى اسرائيليين وجرح في حالة خطرة حيث اقتحمت عشرات الدوريات التابعة للاحتلال فجر اليوم السبت بلدة سيلة الحارثية في جينين وفجرت منزل الاسير عمر جرادات وتمتد عملية البحث على نطاق واسع لتشمل المدن الفلسطينية داخل الخط الاخضر والقرى القريبة من خط التماس اعتبر مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل محمد ابراهيم التفكجي خرار الاحتلال الاسرائيلي بشأن عزمه المصادقة على بناء وحدات استطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة اعتبره رسالة للفلسطينيين والعالم ككل مفادها ان الضفة الغربية المحتلة ستكون تحت سيطرة الاحتلال ولن تكون هناك دولة فلسطينية مشيرا ان الهدف الرئيسي من وراء مشروعه الاستطانيه هو الوصول الى مليون مستوطنة قال المتحدث باسم الدفاع الروسي ايغور كوناشينكوف السبت ان القوات الروسية دمرت بغارات جوية اسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة واوروبا في منطقة خاركوف من جانبه اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات الامنية التي ستقدم لاوكرانيا تضم ذخائر مدفعية ومعدات اخرى هذا واستدعت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لديها احتجاجا على القوات البريطانية التي طالت وسائل اعلام روسية وقال بيان الخارجية الروسية ان موسكو ستواصل الرد بطريقة قاسية وحازمة على جميع القوات التي تفرضها لندن وكانت بريطانيا قد اعلنت عن حزمة جديدة من الاجراءات العقبية ضد روسيا في اطار الزيادة الضغط عليها لثنيها عن مواصلة عمليتها العسكرية في اوكرانيا جددت الجزائر استعدادها لقطع امدادات الغاز الطابعي عن اسبانيا في حال اخلال مادريد بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين واكد سفر الجزائر لدى ايطاليا عبدالكريم مطوهرية ان بلاده ستوقف تصدير الغاز نحو اسبانيا اذا قررت مادريد اعادة تصدير الغاز الجزائري الى دولة ثالثة قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في رسالة الى الامة الجزائرية عشية احياء الذكرى السابعة والسبعين لمجازر الثامن مايي الف وتسعمائة وخمسة واربعين واليوم الوطني للذاكرة قال ان هذا اليوم من الايام الشاهدة على عظمة كفاح الامة مشيرا الى ان الفضائع التي عرفتها سطيف وقالما وخراطة وغيرها من المدن في الثامن من ماي ستبقى شاهدة على مجازر بشعة لا يمكن ان يطويها النسيان مضيفا انها ستظل محفورة بمآسيها المروعة في الذاكرة الوطنية ولفت الرئيس الجزائري الى ان الحرص على ملف التاريخ والذاكرة ينبع من تقدير الدولة لمسئوليتها تجاه رصيدها التاريخي ذكرت منظمة والاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة فاو ان اسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف الشهر الماضي بفضل هبوط اسعار الزيوت النباتية والحبوب وخفضت المنظمة الاممية توقعاتها لانتاج القمح العالمي الى 182 مليون طن خلال السنة الجارية نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة